طيب بس علي معلول لو تتموا في المنتخب التنسي حتى بخلاف النادي الاهلي بقالوا فترة بلعب باكلفت س Emerlly أدتكلم على عملها نبيل معلول بعد ما لعب في النادي الاهلي نبيل معلول أول وعد الرجعوا باكلفت رجعوا باكلفت في المنتخب ayوا بعد ما كان محللهم قزمة هناك بردو يعنا منكتر ما أجاد فيها الأول قبل ما ييجي النادي الاهلي كان بيقعب هافليفت مع الصفاقصي وبالمنتخب التنسي ومتميز هجوميا ومتميز هجوميا وظهر بشكل كويس فدل لتنين فبالتالي النهاردة وبيلعب قدام بيلعب وراء بيلعب بشكل جيد لكن في النهاية أنا بقولك طالما الموديل الفني ووظف لعبته بالشكل اللي من وجهة نظره شايفهم الأمثل حتى لو اختلفنا معه في لعب أو اتنين اللاعب ده بيلعب في المركز ده ولا لأ طب أنه كان الأحسن طب ده كان يبقى جوه كان يبقى بره التغييرات كانت ممتازة جدا طب هل من الأج ده هو طب ده دليل اللي هو عارف ظبطة الملعب طب ليه لعب التشكيل دي أكيد كان في دماغه في حاجة ربما في النهاية ما حصلتش في الشرط الأول ما تنفزتش بالشكل اللي كان عايزه بالزبط ولو كان فيه توفيق في الشرط الأول والقال اللي كان كسب في الشرط الأول الكلام برضو كان هيتغير كان يقولك ده بص عمل كذا وكذا وكذا في الآخر النتيجة اللي بتخليك تحكم على التشكيل أو الرؤية الفنية طيب نقطة مهمة جدا قالها فيلر بعد المباراة قال دايما بتكلم مع اللعيبة اللي أنا ما عنديش حاجة اسمها لعب أساسي ولعب احتياطي وحتى كلام اللعيبة بعد المباراة بيأكد كل التفاصيل الفنية اللي بتتقالف المحاضرة قبل بداية المباراة ورحل جزئية مهمة جدا لما تسأل على حسام عشور وقال إن حسام عشور بالنسبة لأن البعض وصف مشاركة عشور ودي الحاجات اللي بتزعاننا بقى مبكرا قوي إن بيتم وصف أحد اللاعبين الكبار وكابات النادي الآلف في السنوات الأخيرة إن هو ممكن لما بيشارك بيشارك للتكريم الراجل قال لأ خالص إطلاقا عشور ليه دور معايا كمدرب على الدكة ليه دور معايا في غرفة الملابس ككتل للفريق وليه دور معايا إيجابي جدا في الملعب لما بينزل ينفس تاكتيك معين أنا عايز أعمله طب أرجع للماتش اللي قابله هو مين نزل للتغييرة اللي كانت للتكريم؟ المحمود متولي؟ بقى سلام يبقى يعني وص هو الراجل بيرضع نفس ونزله ليه؟ عارف إن الفترة الجاي هيحتاج يوظفه برضو نزل عشور وهفكرك لأن الفترة اللي جاي هيحتاج يوظفه خوفا من إصابات في وص الملعب خوفا من إجهات في حتة معينة فعايز تبقى رجليه في الملعب الراجل ده عارف وبيعمل إيه؟ بيوظف اللعبة بالشكل اللي هو عايزها ولما نزل برضو تغييرة محمود متولي الناس كلها قالت إزاي؟ ليه؟ وليه دلوقتي؟ وانت واحد وهتقفل طب إيه الموضوع؟ عايز تدير الماتش الجاي الماتش اللي بعده بقى فيه بقى موجود أساسي طيب نزول حسام عشور هل الماتش الجاي بس؟ لا هو في حاجة في دماغ الراجل خلاص مش عايز مفاجآت تاني الراجل ابتدى محمد يحط أساسيات عنده طب مين بيلعب طب مين بيلعبش؟ طيب هو ربما يكون روتشن اتفرد عليه إكباري لكن هو بيستخدمه صح هو بتعامل صح بيستخدمه صح طبعا دي نقطة مهمة جدا طبعا رغم أنه روتشن إكباري رغم أنه هو في الأول حاب يثبت تشكيل شوية والنهاردة برضو عشان نبقى إحنا واضحين يا محمد لما تيجي النهاردة أنت بتتعامل مع 18 لعيب 18 لعيب اشتغلت عليهم 5-6 متشات شفت إمكانياتهم ابتدت تطلع من كل واحد أفضل ما عنده تطور في رمضان معلول يفوق جرالدو بتغير وجهة النظر وبتلعبه بالأداء بتحاول تطلع أفضل مفوريد أزار وبتدل المروان محسن هتدل صلاح محسن بتلعب أحمد فتحه وبتلعب محمد هاني ومفوق الفئلة كلها لما يحصل لك 6-7 إصابات في قلبة 18 اللي أنت بتعتمد عليهم لما بتدخل بدلهم 6-7 لعيبة تانية أنت برضو ما زلت لسه بتشوفهم في قدراتهم وفي إمكاناتهم في الملعب وما فيش لعب هيثبت مع فيلر في الفترة الجاية فيلر هيبدأ يغير ويبدأ يركز ويبدأ يشوف مين اللي يبدأ يعتمد عليه ضغط المباريات شديد جدا التغييرات داخل وظيف اللعبة في الملعب والتشكيل هتبقى موجودة الفترة الجاية لكن في الآخر الرجل عنده طار جيت ما بيتنزلش عنده الفوز والمكسب والأداء الهجومي يعني كل ده وإنت بتقول أصلي كل المحللين قبل ما المباريات تبدأ كانت تشكيلة كلها دفعية كده ليه ما شفناش الكلام تعالأرض الواقع الأهلي بيلعب من الدهية الأولى دهية التسعين فاتح فاتح وبيلعب حتى لو منازل تغييرها البعض بيبص فيها لأنها دفعية أو يا سيدي تكريمية زي ما الناس بتقول ماشي يا سيدي أو بينزل تغييراته وبتلاقي برضو الأهلي مهاجم فهو الرجل بقى في دماغه حاطت شوات تصورات لأن بعض المباريات كده خلي التفكيره يبقى مختلف مباريات النجم مباريات حرس الحدود مباريات الإسماعيلي في مباريات بتخلي المدير الفني يبدأ يفكر في حول لما تبقى في فرقة بتلعب معاك زوم دي فين ثم في رقيتين لعبو زوم الحرس والنجم في ملعبه وإنت كنت بتلعب عشرة وقدت كويس ولو كنت بتلعب كامل كنت نجم تغيرت تماما في فرقة بتقدي طول التسعين دقيقة بقوة وبتحاول معاك زي الهلال السوداني في بعض المباريات بيكون الراجل بيكون انطباعه الناس حاسة ان فيلر بقاله سنتين بيدرب الأهلي فيلر بقاله سنتين بيدرب الأهلي بقاله ثلاث شهور وبالتالي ثلاث شهور المفروض مدرب غير فيلر كان لسه يدوبك بيستقر فالرجل ده اشتغل واستقر وحط تشكيل وجات له اصابات وبيلعب بتشكيل تاني وبيشوف الجديد ومع ذلك نتائجه بيحاق المطلوب منه طيب